تحية مصر بشعبها وجيشها العظيم من القاهرة والناس نحييكم ونشر إخبارية جديدة إليكم أبرز عنوينها تهنئة الرئيس لأقباط مصر في الخارج البابا توادرس يترأس قدس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توافق مصري سعودي على رفض تدخل التركي في ليبيا وإليكم تفاصيل النشرة كل عامنا ومصر بخير فقد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلا في برقية تهنئة نقلتها سفارات وكنصريات مصر بالخارج الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهيني القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالصة تمنياتي لكم بعيد سعيد وعاما مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار هذا ويترأس قدسة البابا طواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريار كالكرازة المقصية قدس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الوزراء وكبار الرجال الدولة وأطلق البابا رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها إلى 12 لغة قائلا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المقووس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمقووس قدموا من المشق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح والعطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح واختتم البطريارك أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وأقدم لكم كل محبة وتحية حصاد عاما ونصف من تقنين الكنائس فقد نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء فيديوغراف استعرض فيه نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وذلك منذ صدور أول قرار لها في مايو 2018 حيث تم توفيق أوضاع 851 كنيسة و561 مبنى بالجمهورية جاءت محافظة المينيا في المركز الأول بالنسبة للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها تلتها الجيزة والقليوبية وسهاج والإسكندرية وأسيوت كما أشار الفيديوغراف إلى الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع موضحا أنه قد تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وتنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر بينما يجري تنفيذ 8 كنائس بالمنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وغرب قنة والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة وغرب أسيوت توافق مصري سعودي بشأن ليبيا فقد عقد وزير الخارجي سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزري للدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن حيث ناقش الوزيران التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة واتفقا على رفض التصعيد التركي في ليبيا لما يمثله من مخالفة للقانون الدولي وأكدا على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية كما ناقش الجانبان الأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلبا على استقرار الخليج كان وزير الخارجي سامح شكري قد أجرى اتصالات مكثفة قبيل سفره إلى الرياض للتشاور مع الشركاء الدوليين حول تطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية وأكد خلال اتصالين مع كل من لويجي ديمايو وزير الخارجية الإيطالي وجان آفلا دوريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا وتم الاتفاق على ما يمثله تصعيد الأخير التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها كما تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص للتوصل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة في حربها على الجريمة كشفت وزارة الداخلية عن حصاد جهودها خلال شهر لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وغيرها حيث تمكنت من ضبط أربعة ألاف وتسعمائة وتسعين قطعة سلاح ناري بحوزة أربعة ألاف وأربعمائة وثمانية عشر متهما من بينها رشاشين جرينوف وخمس رشاشات وأربعمائة وثمانية وعشرين بندقية آلية إضافة إلى ضبط عشر ورش لتصنيع الأسلحة النارية وتسعين تشكيل عصابي ضموا مائتين وسبعين متهما كما تم ضبط ستة ألاف وأربعمائة وتسع وثمانين قضية مواد مخدرة وستة ألاف وتسعمائة وثلاثة وأربعين متهما بحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات نشرتنا انتهت حتى نلتقيكم من جديد نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة